السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناء على طلباتكم انا بعيد تاني فيديو الشنطة بس بالله عليكم بالله عليكم اسمعوا الفيديو للاخر لان انا بقول كل حاجة والله بقول كل حاجة وما بسيبش حاجة لما بقولها بس انتم ما بتكملوش الفيديو وترجعوا تقولولي انتي ما قلتيش وما شرحتيش ايه للمفروض ناخده كله فانا بعيده هو حاضر من عنايا اول حاجة ابدأ في الموضوع على طول بقى بسرعة بسرعة كده عشان الفيديو بيخلص هناخد عبيات عبيات انا جدت جاي بعبيات بيضة وعبيات سودة العبيات البيضة هتنفعك حلوة قوي في الشمس الصبح لانها بتعكس الحرارة والعبيات السودة خليها البالليل خدي عبيات كتير لان مش هتعرف تخسلي هناك ولو غسلتي الغسيل مش هينشف من التكيفات فخدي عبيات كتير على قد ما تقدري وازدلات خدي معاك ازدلين دول هينفعوكي اوي مريحين جدا في الصلاة بالليل كده بقى او لو انت هتنزلي مطعم انا بالنسبالي كانوا بينفعوني في نزول المطعم فهتخدي عبيتين ازدلين اسفة خدي لبس بيتي قليل ما تخديش كتير انا كنت واخده جلا بيتين اتنين بس او انت بتلبسي بجمات خدي بجمتين ما تخديش لانك انت مش هتنامي كتير في الفندق يا دوبك الساعتين اللي هتناميهم عشان طبعا تلحق التصحي البناطيل خدي بناطيل برضو كتير لبسيها من تحت العبيات طرح البناطيل دي لازم تحت العباية لانك هتقعودي هتمدي رجليك بتاعفة عشان ما تبنش البندانات بتاعتك اللي بتلبسيها من تحت الطرحة خدي لوفة من دي لان فعلا انا ما بستخدمش حاجة من الفندق فكت بستخدم الليفة بتاعتي الكاب الكاب مهم جدا علشان اشعة الشمس الصبح لو انت بتصلي وانت وقفة هتخدي سجاد الصلاة عشان لو صليتي على السراميك ما تنسيش المصحف بتاعك ما تنسيش شربات كمان شربات تقيلة عشان سخونة الحرم البلاط او بالليل بيبقى التكييف شغال عالي فبيبقى سائع بالنسبة لل الحاجات الاساسية اللي انت بتخديها معاك هتخدي فرشة سنان هتخدي دي النظافة الشخصية هتخدي فرشة السنان هتخدي كريماتك دبابيسك دي الحاجات اللي انت عارفاها الورقة اللي كتبة فيها الحاجات اللي انت عايزة تشتريها سجليها كلها عشان ما تنسيش المقصة عشان التحلل من الاحرام مظهورة لو انت هتخدي هتجيبي حاجات بالقياس فبتقيسي بالمظهورة مقياس مثلا الطفل او اللي انت هتجيبيله ما كان حلاقة عشان الطهارة لانك انت دايما في حالة نظافة عشان النظافة اقصد الصافة كل دي هتستخدميها بعد الفك الاحرام طبعا بعد التحلل توق شعر اضافية اخديها معاكي المسك عشان برضو هتحطيه بس بعد التحلل من الاحرام مراية صغيرة كده حطيها برضو في شنطتك ده مسك الطهارة الحاجات دي لازم تهتمي بيها لازم تهتمي بالنظافة الشخصية على طول لازم تهتمي بالفوطة لو انت مش بتحبي تستخدمي فوط الفندق او انك هتخديها معاكي الحرام لو تيجي مثلا لو انت بتتوضي ولا حاجة وحبيتي تتوضي عيلبة صغيرة كده حطي فيها الادويتك اللي بتخديها لانك ممكن تعودي طول النهار في الحرام وانت لكي معاد ادوية معين فحطيها معاكي في شنطتك الادوية بقى ما تنسروش مضادة حيوي ده اهم حاجة واحدة جابت ما كانتش جايبة معاها مضادة حيوي ومعانا جابت المضادة الحيوي ب32 ريال غالي جدا خدي مضادات حيوية خدي كل حاجة للبرد مسكنات للبرد الصداع مرهم تسلخات مرهم طلطيف خدي شوزات ومتاخديش شباشب ما تغلطيش غلطتي الشباشب وحشة جدا في العمرة بجد مش هتسعفك اهم احسن حاجة اللي هو الكوتشي خدي مناديل وايبس برضو كل حاجات دي اللي بريحة هتستخدميها بعد الاحرام خدي لانش بوكس معاكي كده تحط فيه كذا حاجة مثلا حاجات اكل هتخديها معاك الحرم لو انت هتقعد اليوم بطوله الكمامات اهم حاجة الكمامات يا جماعة ما تقلعوش الكمامة من الحرم طول ما انت في الحرم خلي الكمامة معاكي علشان فعلا الالفلونزة منتشرة جدا الكحول برضو دايما نخلي في حالة تعملي بيه على طول رز انا خدت رز عشان الحمام الحرم خديه بنية انت هتخدي سواب اطعام الحمام الكدش ده بقى هو ده اللي انا بقولك عليه الكدش ده ما تسبوهوش ده لو عرفت تاخدي اتنين تبدلي فيهم افضل من الشباشب كتير خدي سبحاتك خدي الشاحن دي ازازة بحط فيها اي مشروب سخن والازازة التانية كنت باملاها وحطها جنبي بدل ما روح واجي على مية زمزم فكت باملاها من مية زمزم وحطها جنبي لو انت في الحرم يعني بتحطي الازازة جنبك فانت في الحرم تشربي منها طول ما انت قاعدة سواء بتصلي او بتقري قرآن فانت قاعدة في عبادة على طول وكلام كلام على طول فريقك بينشف فتشربي او هناك اصلا الجو بيكون فيه رطوبة عالية فبتحتاجي مية على طول ده طقم الاحرام لو انت مش عايزة تجيبيه تمام ما فيش مشكلة ممكن تروحي بأي عباية بس انا حبيت اجيب طقم كامل علشان كمان ليه قميس كده بجيب بتحطي فيه فلوسك فبتحفزي عليها وانت في الحرم ده انا كنت باخد شنطتين هنا معايا لان الرحلة بتاعتي زي ما قلتلكم هي تبع شركات الطيران بالنسبة لوزن بالنسبة لوزن الشنط تبع شركات الطيران اللي انت طلع عليها فانا كنت طلع على مصر للطيران فكانت كل شنطة 23 كيلو كان ليا شنطتين كل شنطة 23 كيلو يعني 46 كيلو غير الشنطة اللي هي 7 كيلو اللي هي باخدها معايا الطيارة فوق فانت تبع شركة شركة بتاعتك هتقولك تاخدي كام كيلو بس اغلب الشركات الطيران بتدي 30 كيلو بس بتبقى شنطة واحدة 30 كيلو فشوفي انت هتمسموحلك بقد ايه وخدي على حسب وزنك ويريد توزني قبل ما تروحي علشان توزني في البيت يعني علشان ما تدفعيش زيادة او تضطر ان انت تستغني عن حاجة في المطار تمام كده بالنسبة بقى لل للشال انا سيتا قولك الشال الشتوي لازم تاخدي شال تقيل معاك هو الجو مش برد وبالنسبة الناس اللي بتسألني ناخد شتوي ولا ناخد صيفي لا خدي صيفي بس خدي حاجة خريفة معاك للنوم ان انت هتنامي هو اللحاف اللي في الفندق اللي في الغرفة بيدفي وكل حاجة بس خدي برضو ايه بتاع لبس خريفة للنوم بالنسبة بقى للشال انت بتاخديه علشان الاوتوبيسات بتبقى تكيفة عالي جدا فانت بتتنقلي من مكة للمدينة مثلا او العكس فبتحتاجي الشال ده وانت فيه لو قعدت في الحرم كتير التكيف بيبقى عالي جدا فتحطي الشال عليك وفي الحرم النبوي نفس النظام المسجد بيبقى تلج بصراحة لو قعدت فيه كتير بيبقى برد جدا فبتحطي الشال عليك لكن هو جو مكة او المدينة نفسه حلو جدا ومش برد خالص فانت هتاخدي لبسك العادي ويا رب اكون افتكو السلام عليكم ورحمة الله مكة